بعث رئيس مجلس الأمام رزوق الغانم ببرقية إلى الرامي فيد الدحاني أعرب فيها عن خالص التهنئة على إنجازه التاريخية بمنحه الكويت ميدالية ذهبية تاريخية أولمبيا وقال الغانم في برقية للدحاني الذي فاز أمس بذهبية رماية دابل تراب برغم الظروف الاستثنائية وملابسات التمثيل وغيرها وبرغم كل شيء حققتم الفوز التاريخي الرائع وأثبتتم أن الشباب الكويتي لا يعرف المستحيل وأضاف الغانم لقد كان صوت طلقات بندقيتكم أمس بمثابة نشيدنا الوطنية الذي حرمنا من سماعه والذي ردده كل الكويتيون وهم يرونكم على منصة التتويج الأولمبيا ووصف الغانم في برقيته للبطل الديحاني بأنه قدوة للأجيال الرياضية الصاعدة في الصبر والعطاء والمثابرة والتحلي بالأخلاق والمثل الرياضية السمية